تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 542 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 173 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 97 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تمضبط 76 طن أما في مجال قضايا المخابز فتمضبط 721 قضية من بينها 81 قضية خبز ناقص الوزن إضافة إلى 108 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 25 قضية بمضبطات وصلت إلى 360 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر